السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن كسوف الشمس الحلقي اللي رح يكون في برج الميزان يوم 2 تشرين الأول أكتوبر اللي هو 12 طبعا الحكي اليوم رح يكون عن الكسوف الحلقي اللي هو كسوف مكتمل بيكون حلقي يعني دائرة داخل دائرة بيكون الشعاع يدوب من حوالين الدائرة ظاهر رح يكون يوم 12 في برج الميزان رح نحكي عن أول إشي الكسوف وين رح يكون أمتى رح يبدأ تأثيراته وبعدين تأثيره على جميع الأبراج الكسوف الحلقي طبعا رح يبدأ يوم 12 الساعة 43 و 42 دقيقة بعد العصر بداية أول مراحل الكسوف بعدين بتبدأ المرحلة الثانية اللي هي تشكل الكسوف رح تكون الساعة 54 دقيقة بعد العصر طبعا التوقيت كله بتوقيت جرانتش الحد الأقصى للكسوف رح يكون الساعة 6 و 45 دقيقة مساء بتوقيت جرانتش الانحسار لإله بيبدأ الساعة 38 و 39 دقيقة مساء بتوقيت جرانتش آخر درجة من الكسوف رح تكون الساعة 9 و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرانتش إذن المدة الكاملة للكسوف أو مراحل الكسوف راح تكون مدتها ست ساعات وخمس دقائق تقريبا راح يستمر الكسوف الكلي اللي هي الذروة مئة بالمئة بيكون مدة مكوث هاي اللحظة تسعة وستين ثانية وجزءين بالعشرة يعني قرابة الدقيقة والعشر ثواني طبعا كل كسوف بيتبعوا بعد أسبوعين خسوف للقمر احنا كان في عنا خسوف قبل أسبوعين الآن الكسوف ولكن برضو في عنا خسوف راح يكون يوم سبعتاش عشرة مش مهم ما راح نحكي عنه كثير وما راح نعلق عليه كثير لأنه هذا الخسوف راح يكون اللي هو خسوف حسابي ولكنه وهمي يعني بمعنى آخر بالحسابات بكل حسابات الفلك هو موجود ولكنه الخسوف هذا يسمى الخسوف الوهمي يعني موجود بالحسابات ولكن بالرؤية ما راح يتشكل لا ظلي ولا غير ظلي لأنه أساسا يدوب ظل الأرض يدوب يجي بشكل بسيط على القمر وما راح يعمل أي تأثير ولكن طبعا إلو تأثيراته راح تكون قبل بيومين وبعد بيومين أو ثلاث أيام وبعده بثلاث أيام وهاي بتبين زي ما دايما بنحكي أنه عند أي كسوف أو خسوف عشان تعرف تأثيراته ومتى بتبدأ بيصير في خلل بالمناخ يعني فجأة بنقلب المناخ بشكل مفاجئ بصير كاتم هيك شوي في بعض الأحداث المناخية المفاجئة اللي بتصير وبعدها لما بنتهي بالآثار بنتهي مع التأثيرات الجوية طبعا يمكن رؤية الكسوف في المناطق اللي راح تشهد الكسوف جزئيا على الأقل طبعا القائمة هيها موجودة بكل البلدان والأوقات حسب توقيت جرينيتش وحسب توقيت البلد اللي راح يكون موجود فيها الكسوف في دول أنا ما راح أذكرها لأنها تعتبر من ضمن المناطق اللي أنا راح أذكرها ولكن هي جنوب أمريكا الشمالية معظم أمريكا الجنوبية المحيط الهادي المحيط الأطلسي والقارة القطبية الجنوبية هاي المناطق اللي راح يكون فيها الكسوف وطبعا الفيديوهات التوضيحية اللي موجودة بتشرح كيف العملية راح تكون من وين لوين وين راح يكون الذروة أو خط مسار الكسوف وأيضا الدول اللي موجودة فيها الكسوف وأيضا طريق بداية ونهاية الكسوف زي ما شفتوا باللقطات اللي قبل هاي إنه من البداية كيف بيبدأ وقدش بمكت وبعدين كيف بتحرك الحركة تاعته وبعدين حركته على الخارطة الفلكية كيف المسار تاعه وبعدين كيف راح يكون تكوينه في المكان وأيضا الجدول اللي راح يكون فيه البلدان وكل بلد قديش راح يكون نسبة الكسوف فيها وقديش ممكن إنك انت تشوف منه فيه بلدان راح تشوف 5% بلدان 10% بلدان 30% بلدان 50% بلدان ابتصل 80% وبلدان 100% بالنسبة للدول العربية طبعا الشرق الأوسط كل الوطن العربي ما راح يكون مرئي فيه لأنه أساسا هو راح يتركز على منطقة المحيط فعشان هيك الدول المحيطة هي اللي راح تشوفه طيب إيش بالنسبة للتأثيرات الكسوف طبعا كسوف شمس معروف إنه منشعر بضغط كبير بنال من قوتنا من شخصيتنا منفقد السيطرة على عواطفنا مع وقوع الكسوف يفضل الامتناع عن اتخاذ قرارات هامة طبعا هذا للجميع الابتعاد عن أي التزام والامتناع عن شراء حاجية ثمينة لأنه ما فيه تركيز نهائيا ممكن يكون هروب من الواقع أو نوع من أنواع تحس أنك أنت بتتفشش بدك تعمل أي إشي فبتروح تصرف بأشياء وأنت مش مركز فيها أو بتشتري أشياء أساسا وبكون فيها بعض الأخطاء فما مننصح بالفترة هاي شراء حاجية ثمينة كما أنه منصبح أكثر عرضة للمرض لأنه بصير فيه نوع من أنواع الإطراب الداخلي مع اختلاف الجو العصاب أو الدورة الدموية زيادة السوائل أو الإطراب بالسوائل كثير من الأشخاص رح يصير عندهم تشنجات عضلية بالظهر بالرقبة مثلا أو نوع من أنواع اللي هي أعراض زي أعراض البرد أو حتى العيان أو الاستفراغ اللي هي اللي بتصير فيه الجهاز الهضمي أيضا بهاي الفترة دائما إحنا منحكي أنه في فترة الكسوف والخسوف ما مننصح إجراء العمليات الجراحية الحذر أكثر أيضا من الأدوات الحادة والكحوليات العمليات الجراحية طبعا لأنه أولا اللي هي الإطراب اللي بصير بالجسم ما بين السوائل وما بين الضغط وما بين الدم وما بين الأمور هاي وعدم التركيز وأيضا الأدوات الحادة خصوصا اللي بيشتغلوا بالمطبخ أو بالحديد أو بالأوزان الثقيلة أو بالرياضات العنيفة أو الهاي بنحكي أنه الفترة هاي بتكونوا حذريين والكحوليات لأنه أساسا أنت فيش عندك تركيز تأخذ إشي كمان يفقدك التركيز فهذا الشيء يعني بيكون مجازفة وممكن تعرضك لكثير من الحوادث في فترة الكسوف طبعا هي غير مناسبة للمنافسة في المباريات الرياضية والتحديات والمراهنات بيبدأ تأثير الكسوف مدة تأثيره طبعا هو رح يبدأ تأثيره على الجميع من مساء يوم ثمانية وعشرين تسعة بيزول التأثير طبعا ذروته رح تكون اللي هي يوم اثنين عشرة ولكن تنتهي تأثيرات الكسوف يوم سبعة عشرة خلص انتهى ما في شهر وشهرين وست شهور وسنة وغاد لا هي هاي المدة اللي بيبدأ تأثيره بانتهي تأثيره فيها طبعا في أشخاص بقولك لا ما هو ممكن أنه آثاره تستمر لا هي مش آثاره اللي بتستمر هو خلاص صار وانتهى ولكن الأعراض اللي بتصير معك في فترة الكسوف مثلا نحكيها بطريقة أبسط إنسان اتعرض لحادث في فترة الكسوف لأنه ما انتبه وهذا الإنسان صار عنده كسور وسيركب بلاتين أو إصابات بالأوتار أو بالأعصاب طبيعة الحال هذا الإنسان بدي يقعد فترة طويلة شهرين وثلاثة وممكن تصل لسنة وهو يتعالج من الإصابة الآن الشيء مش بسبب أنه استمر الكسوف تأثيره لمدة سنة ولكن آثار الإصابة اللي صارت في فترة الكسوف هي اللي ممكن تستمر معك شهر وشهرين وثلاثة ممكن مشاكل مع الحبيب تصير أو مع الزوج أو مع الزوج في فترة الكسوف ممكن تستمر معك شهر فهي آثار وممكن تستمر سنة على مستوى أي شيء هي البداية بتكون ذروة الشيء بيكون بهذه الفترة ولكن آثارها إذا صارت معناته ممكن تستمر لفترة ولكن إنه هو بيستمر لمدة سنة أو شهر أو شهرين أو زي الكلام اللي بنحكي طبما في السنة بيصير عندنا كسوفين وخسوفين فإذا كل واحد بدي يضل سنة معناته إحنا هيك منركب كل سنة 14 ألف كسوف على بعض يعني طيب عشان ما نطيل عليكم بكفي يعني قرابة العشر دقائق مقدمة خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا الكسوف رح يكون في البيت السابع اللي هو بيت الشراكة فإذا الحذر بعلاقتك بشركائك سواء شركاء العمل أو شركاء العاطفي بتكون العلاقات على المحك ممكن يصير في بعض الخلافات الطارئة لأتفه الأسباب عشان هيك بدك تكون حذر تضبط انفعالاتك رغباتك بالتعبير المباشر رأيك ممكن ما يكون محط إعجاب الآخرين بتتأثر صحتك بشكل كبير في الفترة القادمة لأن الطاقة بتكون ضعيفة وأيضا لأنه مقابلك تماما وأيضا كسوف فإذا الطاقة بتختل في هذه الفترة فإذا بدك تحذر من الأمور الصحية وبدك أهم إشي أنه تمسك أعصابك من الخلافات والنزاعات وخصوصا مع شركاءك أو مع زوجتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا إحنا منحكي أنه رح يكون في البيت السادس إذن هو تأثيراته رح تكون على العمل وعلى الصحة رح تشعر أنه بثقل بالعمل بأنك عاجز عن تحمل المسئولية بأنه رأيك غير مقبول من الآخرين وهذا الشيء ممكن يعمل نوع من أنواع المشاكل ما بينك وبين زملائك أو ما بينك وبين رؤسائك بالعمل فإذن ضبط الأعصاب على هذا المستوى وبرضو بدك تكون حذر أنه يتراكم عليك العمل أو تحس بالتقصير حاول تنظم الوقت بشكل جيد وتكون هادئ لأبعد الحدود عليك الانتباه لصحتك بشكل فعلي حاول أنك ما تهم الأي طارق أو عارض صحي في هاي الفترة هاي فترة غير مناسب للقيام بأي عمليات جراحية لموليد برج الثور أو إجراء عمليات طبية أو تجميلية ممكن يكون فيه نوع من أنواع الأخطاء أو الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه بالعمل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا الكسوف رح يكون في البيت الخامس لإلك إذن يعني شوي رح تبعد عن المستوى المرح أو تبعد هيك تكون كئيب شوي أو تشعر بنوع من أنواع الإحباط ما عندك رغبة لممارسة هواية ولا للترفيه ولا كأنه الحظ تخلى عنك نفسيتك بصير فيها نوع من أنواع التقلب وبتحس أن الأمور ما بتصير بسرعة بتصير بطيئة أكثر ممكن تتعطل بشكل كلي حتى تلاقي أنه حتى الحظوض ما بتدعمك نهائيا عليك بالصبرك في هاي الفترة بتميل لأخذ الأمور بجدية ولكن مع الشعور بعدم القدرة على التفكير الصحيح إذا كان في مشروع أو تعاقد مع دولة خارجية أو شركة خارجية حاول تأجيلها حتى انتهاء فترة التراجع إذا أمكن إذا ما أمكن بدك الدقيق بالتفاصيل بشكل جيد وتكون مصف في ذهنك بشكل ممتاز صحيح أنه هاي الفترة بتجعلك متردد فممكن تسمع برضو خبر غير سار عن شخص قريب أو حبيب بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا هنا الكسوف رح يكون في البيت الرابع إذن أهم الأشياء اللي رح تتركز عليها هي البيت والعائلة إذن بدك تحذر على مستوى البيت عن النظام الأسري على علاقة مع العائلة علاقتك مع الأب وهذا الشيء بيجعلك شخص متشكك في كل شيء ورافض لكثير من الحقائق والأمور حتى بالجدال أو بالمعاندة أو حتى بيرفض أي اقتراح أو وجهة نظر فهذا الشيء ممكن ينعكس عليك على صحتك بشكل سلبي عليك الحذر من الدخول في حوارات غير ذات جدوى حاول أنك ما تحول أي نقاش أو حوار لخلاف ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر على المستوى العائلي بسبب سوء تفاهم أو ممكن تتعرض للإرهاق العصبي اللي فيشتغلوا ستات البيوت بدهم يحذروا أسداد خصوصا في المطبخ أو من الأدوات الحادة في المطبخ برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد يعني هو في البيت الثالث بيت الاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات والنقاشات والدراسة فإذن هنا رح تشعروا في فترة الكسوف بصعوبة التواصل ولسيما بالإخوة والأخوات والأحبة بالأبناء شوي ممكن يشعروا الطلالة بالفترة هاي بعدم الرغبة في الدراسة أو يصيبهم نوع من أنواع الملل أو الإحباط شوي إنه اللي بيدرسوا ما إلو أي قيمة أو حتى إنه ممكن هيك يصير في نوع من أنواع التهرب بتكون متهرب من كثير من المسؤوليات الملقاة على عادقك انتبه جدا خلال السفر على الطرقات التنقلات بالسيارة الحوادث الطارئة حاول عدم الدخول في أي علاقة تجارية في أي الفترة يعني حاول أنك تأجلها شوي ممكن تسمع خبر سيء بيجعلك متردد أو متحير بيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء الأسرار فأبدأك تكون حذر في كلامك وأيضا في مرسلاتك بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا الكسوف رح يكون في بيت مالك رح يأثر عليك لسيما في الأمور المالية ممكن تتعرض لخسارة أو فقدان أموال أو ينتصب عليك أو تغامر ماليا بمشروع ولكن يفشل بدك تكون حريص بكل هاي المسائل لا تحاول الدخول في أي عقود مالية أو قروضة جديدة وحاول أنك ما تكفل أي شخص ممكن تضع ضحية لبعض المستغلين أو النصابين أو المحتالين عليك ترتيب الأولويات وتأجيل أي حوار غير مجدي مع المحيط بك وخصوصا إذا كان له علاقة بالوضع المالي علاقات متوترة مع رفقائك بالعمل برضو ممكن يحدث فيها بعض المشاحنات برضو إلها علاقة بالأمور المالية وممكن ترتكب بعض الأخطاء في آراءك أو أحكامك وخصوصا إذا كنت محاسب أو بدقة حسابات اتجنب توقيع الوثائق المهمة قبل التدقيق بكل شيء فيها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بما أن الكسوف رح يكون موجود عندك فإذا أكثر المتضررين من موليد برج الميزان هم موليد يعني يوم 12 تحديدا اللي يعيد ميلادهم بيجي يوم 12 هدولة أكثر المتضررين ومن قبلهم بخمس أيام ومن بعدهم بخمس أيام هدولة الأشخاص اللي بدهم يكونوا حذرين بفترة الكسوف أكثر أشخاص صحيح هو رح يأثر على كل الميزان ولكن هم أكثر المتضررين بهاي الفترة فعشان هيك هو بدي يكون في برجك بدك تحذر من فقدان الرغبة بالقيام بأي أمر جديد لا سيما مجال تطوير المهارات أو التعلم بتفقد رغبتك في القراءة أو المطالعة وممكن يصيبك اليأس في كثير من المواقف ممكن يحصل معك خلافات في الرأي مع المقربين وهذا الشيء ممكن يؤدي لقطع بعض العلاقات انتبه لأغراضك بشكل جيد في هذه الفترة ممكن تفقد شيء ثمين أو ينتصب عليك أو يستغلوك ماليا نفسيا معنويا بعي شيء ممكن هيك تشعر ببعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة انفعالك عليك تجنب اتخاذ قرارات مهمة كذلك التنقلات بدك تتنقل بحذر وممكن تسمع أخبار متناقضة الموليد اللي ذكرناهم طبعا ما بنصح بإجراء عمليات تجميل نهائيا لإلهم والجراحية إذا كانت اضطرارية فقط برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الكسوف رح يكون في بيت متعبك يعني رح يجعل علاقاتك متوترة بوسطك القريب لا سيما في علاقاتك مع أسرتك بتكون متمرد على كثير من الأعراف والتقاليد في الفترة القادمة بتجاهر برأيك بشكل إنفعال كبير وهذا الشيء ممكن يسبب لك كثير من المشاكل في علاقاتك حاول إنك ما تفكر في تغيير نمط حياة المحيط بك لأنه هذا الشيء رح يتواجه نوع من أنواع المعارضة الكبيرة أو ينفر الأشخاص منك فحاول إنك تترك كل شيء على ما هو وإحذر من الدخول في أي مواجهات مباشرة لأنها ممكن تتحول لخلافات بتتعرض لكلام بسيئلك أو إفشاء أسرارك أهم إيش إنك هاي كل هالأمور ممكن تصير وحدة أو ثنتين منها أو كلها أو ما يصير منها أي شيء لو صار أي شيء منها حاول إنك ما تهتم لهذا الشيء حاول إنك تضبط أعصابك وما يكون لك ردات فعل برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا بيأثر عليك الكسوف بشكل سلبي خصوصا على مستوى علاقاتك الاجتماعية علاقاتك بأصدقاءك حاول إنك ما تفرض رأيك على الآخرين بالقوة لأنه راح تلاقي مواجهة حادة من بعض الأشخاص ثم أصدقاء ممكن تقطع علاقتك بهم بسبب خلاف بالرأي أو سوء تفاهم طارئ أو بسبب مواقف غير مرضية بالنسبة لك حاول إنك تضبط ردات فعلك وما تتسرع بالحكم أو اتخاذ المواقف الحادة اللي ممكن تندم عليها لاحقا يعني التركيز رح يكون على مستوى الصداقة فممكن علاقاتك يكون فيها بعض التوتر بالفترة القادمة برج الجدي من نسبة لما وليد برج الجدي طبعا رح تمر بفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه عملية الكسوف رح تكون في بيت السمعة فرح تركز فيما يتعلق بوضعيتك الاجتماعية وعلاقاتك مع المسؤولين عنك بالعمل فبدك تنتبه لسمعتك فيه أشخاص ممكن يحاولوا تشويه صورتك أو يتقولوا عنك بعض الكلام أو يطعنوا فيك بالظهر أمام الآخرين حاول إنك ما تنجر كثير لهاي الأمور وما تواجه بعنف اصبر قليلا لحديث ما تهدى الأجواء وبعدين تجد الحلول وانحطت على الطاولة وتقدر تستغلها ممكن أشخاص تحاول التقليل من إنجازاتك أو من أعمالك لا تحاول طلب الترقي أو تقدم لأي مشروع جديد بهذه الفترة اعمل على إنجاز أولوياتك بشكل مدروس بتميل لإهمال مشاريعك ممكن تتعرض صمعتك الاجتماعية بشبهة عليك التحلي بالصبر فقط برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا الكسوفي بيعمل على تعطيل كل ما يتعلق بالسفر لأنه هو رح يكون في البيت التاسع لإلك فإذن هو رح يعطل أمور إلها علاقة بالسفر أو بالدراسات العليا بالأمور الجامعية بالدورات التعليمية بالتواصل مع الأجانب هذا الشيء اللي رح يركز عليه وأيضا الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير بتحس كأنه الأمور بتصير ببطء أو ممكن تتعطل بشكل كلي عليك الصبر قليلا إذا كان عندك مشروع للتعاقد مع الخارج أو سفر حاول تأجيله أو حاول أنك تكون دقيق تلتزم بالموعد بالضبط ما تتأخر تفقد أمتعتك وأوراقك أو أجل بعد الفترة اللي رح يكون فيها الكسوف بيكون أفضل أي شخص عليه قضية قضائية أو محكمة فما بنصحك بالفترة هاي تباشر فيها يعني إنك تباشر ولكن القضية مرفوعة مش مشكلة ولكنك تباشر برفع قضية بهاي الفترة فهي ما رح تكون لما صلحتك حول الانتباه أكثر والابتعاد عن لا مبلاءة والسلبية عليك الحذر من الوعود لأنه قل ما يتم الوفاء بها يستحسن تجنب السفر وتأجيله لوقت آخر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا رح يأثر عليك الكسوف لأنه رح يكون موجود في البيت الثامن على الأمور المالية المشتركة فوكل ما يتعلق بمسائل تتعلق بإرث أو نقل ملكية فهناك الكثير من المقربين ممكن يحاولوا إظهارك بمظهر الخاسر أو الفاشل ماليا أو حتى يطعنوا بأمانتك يعني بحاولوا الإسالة إلك نزاهتك أمانتك أي شيء له علاقة بالمال هاي فترة غير مناسبة لتغيير سكن أو شراء عقار أو الدخول لمحاكم وخصوصا لإلها علاقة أو ارتباط بالمسائل المالية تجد نفسك مدفوع لإنجاز ما تراكم عليك من العمل مع شعور كبير بالعجز بيزيد طيشك عصبيتك وممكن تسمع خبر سيء يتعلق بناس يعني بيعزوا عليك شوي اتجنب التنقلات والأسفار أو كون حذر بالأسفار تحديدا وبتنقلاتك مخالفات أو حوادث هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الكسوف والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر